اهلا وسهلا احبتي معكم ابو طارق واهلا وسهلا بكم اليوم راح اتكلم عن طريقة ادخال الصور واضافة الصور في برنامج الخرائط جوجل مابز بداية ان نقوم بالدخول الى البرنامج جوجل مابز راح تظهر عندنا الصفحة هكذا بعد ذلك طبعا نقوم بالدخول الى الموقع المتواجدين فيه بالضغط على هذا الزر وراح طبعا يوصلنا الى الموقع اللي احنا متواجدين فيه نقوم بعد ذلك بالدخول الى المكان سواء كان محل او حديقة او غيرها فنقوم بالدخول الى الموقع اللي موجودين فيه وبعد ذلك راح تظهر عندنا طبعا الخيارات اللي هي في الاعلى directions وstart وغيرها والاتصال وغيرها من الخيارات نقوم بعد ذلك بالنزول الى الاسفل راح تظهر عدة خيارات اخرى ونستمر في النزول بعد التقييم بعد الصور مباشرة راح نجد هنا add photos مباشرة راح نجد add photos وفي الاسفل طبعا راح نجد هنا التعليقات و ال read and review نقوم بالدخول الى add photos لاضافة الصور المختارة راح تظهر عندنا خيارين الكاميرا والفولدر الملف نقوم بعد ذلك بالدخول الى الملف واختيار الملف والصور التي نقوم ب او التي نريد ب اضافتها نختار الصور التي نود اضافتها بالكامل وبعد ذلك نضغط على done سيتم تحويل الصور بالكامل وبعد ذلك نقوم بالضغط على boost في الاعلى مثل من نلاحظ يظهر عندنا اثنين وعشرين صورة نقوم بالضغط على boost وبهذا الطريقة يتم ادخال الصور اه طبعا تم ادخال اثنين وعشرين صورة و اه اضافة اه بعض النقاط الى الحساب و كذلك ممكن تقييم فندق الصفاء how was فندق الصفاء يمكن كذلك تقييم فندق الصفاء ب اضافة عدد النجوم على ال بشكل عام ممكن اضافة النجوم على الرومز الغرف السيرفيس كذلك و الموقع كذلك نختار عدد النجوم التي نودها و بعد ذلك يمكن كذلك اضافة بعض التعليقات في الاسفل تعليقات مثل ما تشاء و بعد ذلك نقوم بالضغط على boost وبهذه الطريقة يتم اضافة التعليق و اه بهذه الطريقة تم اضافة الصور والتعليقات بشكل بسيط مثل ما نلاحظ تم اضافة الصور هنا بهذه الطريقة اه هذا بشكل عام بالنسبة لاضافة الصور على جوجل مابز تحياتي لكم اه اتمنى ان يكون الشرح واضح ولا تبخلوا علينا بالاشتراك و متابعة القناة و نراكم في مقطعين اخر باذن الله اذا كانت هذه هي الزيارة الاولى لكم لا تنسوا الاشتراك و متابعة القناة تحياتي لكم ابو طارق